السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة منحترف الجي تور النهاردة ظهرت على العربية علامة الصيانة العلامة دي بتيجي كل خمس تلاف علشان العربية يتعمل لها الصيانة الدورية لكن التوكيل هنا بيعمل الصيانة كل عشر تلاف علشان العلامة يتعمل لها ريسيت اما تروح التوكيل ويعمل لها ريسيت او هوريك الطريق الوقتي اللي تشدها ازاي قبل ما نبتدي الحلقة ياريت اللي مشتركش يشترك في القناة وتدعموا القناة وتشاركوا الفيديو مع زمائلكم للإفادة احنا مع بعض هنحترف الجي تور ان شاء الله رجعنا والوقت هنتكلم ازاي نعمل ريسيت والحقيقة في زميل كان بعت لنا على التنجرام الطريقة اللي بتعمل بيها بس التفاصيل ما كانتش موجودة لانه كان بيعمل ريسيت وهو الانظار مش موجود وهو الظهر انه هو عمل ريسيت الاول وبعد كده هو بيشرح لنا ازاي فكان في بعض الخطوات نقصة يعني انا ما جربت الطريقة ديت ما نفعتش وبعد كزا محاولة والسؤال وصلت لطريقة اه ودلوقتي هنشوف الطريقة اللي هتشغلها وازاي نقدر نعملها ريسيت اه اول حاجة هتجي لعلى متين دول قدامنا عشان نتاكد ان دي علشان الصيانات دورية ولا علشان حاجة تانية هندوس على زرار الهوم وبعدين هنروح على المنتنس اللي هي الصيانة هندوس عليها لاقي هنا كتب لنا ان ده معاد الصيانة الدورية وانه ناقص زيرو كيلومتر على معاد الصيانة التانية فلما ناقص صف يعني معنا العلامة دي جاد في الوقت اللي هو لازم يتعمل لها الصيانة فيه غير كده هي بتديك عدد كيلومترات الباقية على الصيانة اللي بعدها بعد ما تعلمناها ريسيت هتدينا عدد كيلومترات الباقية للصيانة اللي بعدها ونشوف برضو مع بعض هنعمل ريسيت ازاي الطريقة اللي الاخ قالها ان احنا بنيجي على زرارين الماوس اللي هنا دول زرارين تاتش باد دول اللمس هندوس عليهم مع بعض ومش هنلمسهم هندوس عليهم لجوا وبعدين هنشغل الكنتاكت ونفضل دايسين عليهم لو اديك مش طايلة ناحيتين لازم حد يساعدك فيها هندوس كده مع بعض اول حاجه يجب أن نجح باب العربية مفتوح والسبب ان احنا نجح باب العربية مفتوح فلو الاب العربية مقفول الكمبيوتر بيبطل تشغال واصله كهرباء ومم بيفصل فلازم نفتح باب العربية لكي نفصل تماما ونجح بقية الكهرباء للكمبيوتر اول حاجه نجح العربية المطفية بندوس على الستارت اللي بيدور المحرك بس من غير ما ندور محرك يعني ما بنحطش رجلين على الدبرياج اللي هي دواسط الفرامل وبندوس على الزرار دوسة واحدة فبينوور معانا شاشة المولتي ميديا بعد كده بنحط بعد كده بندوس على الزرارين بتاع التاتش اللمس اللي موجودين في شمال ويمين الديركسيون فلو ايدك كبيرة هتطول الاتنين مع بعض ولازم تدوس عليهم مش تلمسهم بس يعني لازم تدوسة لو اديك مش طايلة فخلي حد يساعدك الطريقة هتتعمل على ثلاث خطوات فزي ما قلنا نخلي بابا العربية مفتوحة لشان يحصل ريسيت كامل الخطوة الاولى من غير ما تحط ايدك على الدبرياج والفرامل هنحط زي ما قلنا هندوس على الزرارين اللمس اللي موجودين على الديركسيون مع بعض واحنا دايسين هندوس على الستارت فكده القهراء بعتبصل بس المحرك مش هيدور لان احنا مش دايسين على الفرامل وبعدين هنخليها كزا ثانية كده خمس عشر ثواني واحنا دايسين وبعدين هنطفي العربية تماما الخطوة التالتة هندوس على الفرامل عشان نشغل المحرك وبرضو احنا دايسين على الزرارين ايش شغل المحرك هنشوف قدامنا العلامات راحت اهي وتعمل ريسيت انا بفضل انك تروح التوكيل يعملك ريسيت دوت لانه هو في مشاكل بتظهر لما بتعمل ساعة حاجات بتهنك في العربية انا لما عملته الشاشة بتاع المولتي ميديا هنجت ما كانش فيه اي حاجة بتشغلها سواء في الدركسيون او في الكنسول اللي في النص او حتى بالتوتش وفضلت كده بعد ما طفيت وشغلت العربية كزا مرة وبعدين رجعت الشغل طبيعي فواضح ان الريسيت دوت بيخلي بيلخبط حاجات تاني في العربية فيفضل ان التوكيل يعملها لك لكن اذا عايز تعملها هي دي الطريقة وشكرا حسن المتابعة ماء 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 شكرا